بعد وفاة أبي الأنبياء آدم عليه السلام استمر الناس على عبادة الله وحده ومرت السنون السنة التل والأخرى وهكذا ظل الناس قرونا بعيدة يوحدون الله الواحد الأحد ولا يشركون به شيئا إلى أن تدخل الشيطان كعادته ليفرق الناس بالشرك بعد أن كانوا أمة واحدة وكان هناك خمسة رجال صالحين يدعون الناس لعبادة الله وكان الناس يحبونهم ويستمعون إليهم وعند وفاتهم افتقدهم الناس وكان هذا أول مداخل الشيطان بينهم لماذا لا ترسمون لهم صورا أو تقيمون لهم تماثيل تذكركم بهؤلاء الرجال الصالحين آه نصورهم نعم أليسوا شيوخكم نعم هم أولياء الله الصالحين قوموا قوموا فاعملوا لهم التماثيل وخلدوا ذكراهم وهكذا نجح الشيطان في إدخال الشرك إلى الأرض وظل الناس يصورونهم ويقيمون لهم التماثيل حتى مر عليهم الزمان فأصبحوا هكذا يعبدونهم من دون الله وقالوا لا تذرن آليتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا سأذبح لك الذباح وأهب لك العطاء ولكن اشف لي ولدي ياود أتوسل إليك ياود اشف لي ولدي ياود أنت أول معبود في الأرض اشف لي ولدي ياود وهكذا كانت الأرض في انتظار أول رسول يخلصهم من الشرك والكفر وعبادة الأوثان سيدنا نوح عليه السلام فهو أول الرسل وهو من أولي العزم من الرسل وقف نبي الله نوح يدعو قومه للتوحيد ولعبادة الله الواحد الأحد وإفراده بالعبادة ولكنهم أعطوه ظهورهم ووضعوا أصابعهم في آذانهم وغطوا وجوههم بثيابهم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ماذا تريد منا يا نوح؟ نحن لا نريد أن نعبد إله كهذا لا حاجة لنا به لن نعبد إلا آلهتنا هيا ذهب من هنا أنت يا نوح مجنون المعركة بين الحق والباطل مستمرة طوال الوقت لكن نوح يدعو قومه ليلا ونهارا لا يكل ولا يمل أبدا من دعوته قاصدا بذلك وجه الله الواحد الأحد لا أدري لماذا يرفضون دعوة أبي لتوحيد الله يا سام هؤلاء قوما ضلوا عن طريق الهداية فلا تحزن يا أخي فقد باءوا بأوزارهم حتى أمنا تقول عن أبينا إنه مجنون هذا هو الأمر المؤلم يا سام عاش نوح في معاناة حقيقية مع قومه ولكنه لم يمل أبدا من الدعوة إلى التوحيد وترك عبادة الأصدام ورغم كل ما تعرض له نبي الله من الإيذاء والإهانة والتكذيب من قومه ما زال نوح يدعو إلى توحيد الله والبعد عن عبادة الأصدام هيا اذهب من هنا أنت يا نوح المجنون هكذا قالت زوجتك والها ونوح على صبره وإيمانه يدعو لهم بالمغفرة اللهم مغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ابتعد عنا يا مجنون كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر ولكن نوح لم يكن أبدا ضاجرا مما يفعلون وما زال يدعو لهم ولا يدعو عليهم يا إلهنا نسر أدعوك أن تزوجني فأنت إلهنا والقلوب بيدك وأنا سأعطيك حتى ترضى يا نسر لماذا أنت لا تنطق وقد اشتد إعراض قوم سيدنا نوح له وازداد إذاؤهم له ولمن اتبعه فجاء أمر من الله لنبيه لبناء السفينة وأمره بأن يغرس شجرا وأن ينتظره فقام نوح بغرس الأشجار وانتظر مئة عام ثم قطعه وبنى السفينة في أربعين عاما وقيل في مئة عام وكان خشب السفينة من خشب الساج وقيل من الصنوبر كان نوح النجارة صناعته أن يصنع من الأخشاب ما يشاء وهو الآن يصنع سفينته تصنع سفينة في الصحراء يا نوح ايوا قالوا هذا حتى لما شرع في بناء الفلك كان هذا مصدر استهزاء وسخرية من قومه هاي اذهب من هنا أنت يا نوح مجنون فاصبر يا نوح إن نصر الله قريب ظل نوح يصنع السفينة ولا يلتفت لما يقوله هؤلاء الناس فقد أعرض عن الجاهلين ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم افتعد عننا أيها المجنون وذهب لبناء السفينة في الصحراء أنت من جعلت من صديقة والها امرأة تعيسة بأفكارك هذه فانصرف عننا انصرف هيا واستمر هذا الأذى لنوح عليه السلام طوال فترة دعوته بالرجوع عن عبادة الأصنام والدعوة إلى الدخول في دين الحق هيا بنا ليذهب إلى هذه السفينة ونسخر من نوح تصنع سفينة في الصحراء يا نوح أيعقل هذا؟ من الذي دعاك لهذه الخرافة؟ سنجمع أبناءنا ليلعب فوق هذه السفينة مجنون إنك رجل مجنون ظل نوح يصنع السفينة ولا يلتفت لما يقوله هؤلاء الناس فقد أعرض عن الجاهلين اذهب عنا أيها الرجل المجنون أنت رجل سفيه أي إله هذا الذي تريد منا أن نعبده؟ يا له من يقين كبير لدى أبينا يا حام إن أبانا يا يافث هو أول الرسل يجب أن نعمل مع أبينا بكل جد وأتمنى أن يأتي اليوم الذي يصدقه الناس ويؤمنوا بدعوته وهكذا ساعد أبناء نوح أباهم في بناء السفينة حام وسام ويافث فهم مؤمنون برسالة أبيهم عليه السلام واستمر هذا العذاب طويلا سنوات تل وسنوات ونوح في دعوته لم ييأس ولم يتراجع أبدا رغم مرور مئات الأعوام على ذلك واجتمع كبار القوم وأذرياؤهم يتشاورون كيف يمكنهم رد نوح عليه السلام عن دعوته وإغرائه بالمال والسلطة غدا سنعرض الأموال على نوح وأنا لا أعتقد أنه سيرفضها لا يمكن أن يرفض عرضا مثل هذا فما جمعناه له من أموال يفق أموالنا جميعا ولكنه رجل عنيد عنيد قبل أن يرى الأموال فالمال أقوى مما تتخيل في تغيير نفوس البشر أجل غدا سيغير نوح عقيدته ويعبد آلهتنا وبعد أن جاءوا لنبي الله نوح ورفض جميع عروضهم من متاع الدنيا عجب القوم منه وبدأوا الحديث عنه كيف يرفض نوح كل هذا المال يا والها نوح بالتأكيد سيرفض كل هذه العروض وما هو السبب وراء كل هذا التعند من نوح لأنه مجنون مجنون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ماذا تقول يا أبا مهدي كيف هذا؟ نوح على الحق يا أم مهدي نوح بالتأكيد على الحق على الحق؟ نعم كيف لرجل لا يملك شيئا من متاع الدنيا أن يرفض كل هذه الأموال إلا إذا كان على الحق تقصد أن هناك ما هو أفضل من كل متاع الدنيا وأموالها عند نوح؟ نعم يا زوجتي نعم وما هو؟ الله الله؟ نعم يا قويسة الله الواحد الأحد إذا أنت تدعوني لترك عبادة ود وسواع يا زوجي؟ نعم أدعوك إلى هذا يا قويسة ولكني من المستحيل من المستحيل أن أترك آلهتي التي نشأت على عبادتها مستحيل إنها أصنام أصنام لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا يا قويسة مستحيل 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 أن أترك آلهتي لا لا وهنا نجد أن نوح عليه السلام رغم أنه ضعيف وفقير إلا أن قومه يخافون من انتشار دعوته ولهذا فهم يعرضون عليه المال والجاه ورغم كل ما تعرض له نبي الله من الإيذاء والإهانة ما زال نوح يتعبد ربه ويدعو الله أن يهدي قومه لدين الحق والابتعاد عن الضلال والشرك وعبادة الأصنام ورغم كل شيء استمر نوح في بناء السفينة غير ملتفت لما يفعله قومه من مؤامرات له ولأهله ولأسرته استمر نوح في يقينه بالله الواحد الأحد يدعو الناس إلى عبادته وتوحيده دون ملل أو يأس أو كسل أو تراجع تحمل كل هذا الأذى من أجل إتمام رسالته عليه السلام تصنع سفينة في الصحراء يا مجنون هل تتخيل حقا أنها سوف تسير في الصحراء يا رجل عد إلى صوابك فقد أصبحت أضحوكة يسخر منها الكبير والصغير مجنون أنت يا نوح مجنون حقا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين ولكن نوحا لم يلتفت لهذا بل استمر في بناء سفينته فوق الرمال ليقضي الله أمرا كان مفعولا وليجزي الله الصابرين أجرهم بغير حساب هذه هي السفينة التي يصنعها نوح يا مهدي ولماذا يصنعها يا أبي؟ هذا أمر يحيرني يا ولدي لذلك سبب بالتأكيد ولكن الناس لا يعرفون ولكني على يقين أنه يفعل ذلك بوحي من الله كيف ذلك يا أبي؟ حدثني أكثر إن نوحا يدعونا جميعا إلى عبادة إله واحد لا شريك له ثم ماذا يا أبي؟ وأن نترك عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ويساوي بين الأمير والفقير نعم يا ولدي ولماذا لا نتبع هذا الدين الحق يا أبي؟ أنا بكل جوارحي أميل إلى اتباع هذا الدين مع نوح النبي دعا نوح قومه سرا كما دعاهم علىنا وأمرهم باستغفار الله تعالى وذكرهم بعاقبة التائبين المستغفرين ووعدهم بالرزق الوفير وبالأموال والبنين إنهم اتبعوا دعوته فما زادهم كلامه إلا استخفافا واستكبارا كان نوح على يقين أن ربه سوف ينصره على هؤلاء مهما طال الزمن ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ظل نوح وأبناؤه الصالحون يبنون السفينة منتظرين الوعد الرباني العظيم واستمر قومه في استهزائه حتى بدأ في الدعاء عليهم لقد أشرفت السفينة على الاكتمال بفضل الله أيام وننتهي من المهمة ترى ماذا سيحدث بعد أن يتم نوح بناء السفينة هذا أمر لا يعلمه إلا الله ونحن نمتثل لأمر الله نوح عليه السلام ذاق العذاب مع هؤلاء العصى لمئات السنين نعم وصبر على هذا البلاء واحتسب حان وقت الوعد الحق وانتهى بناء السفينة وجاء أمر الله لسيدنا نوح بالاستعداد للخروج من القرية الظالم أهلها أمر الله نوحا أن يأخذ من كل زوجين اثنين فإن الحياة سوف تبدأ صفحة جديدة مع المؤمنين الصالحين تا إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريا ومرساها إن ربي لغفور رحيم فبدأ سيدنا نوح بالصعود مع من آمن معه من قومه وأهله إلى السفينة فقد جاء العذاب الذي أنذر به قومه وظهرت الآية التي تدل على العذاب المنتظر وبدأ المطر ينزل بغزارة من السماء وانفجرت الأرض بالماء وغرق القوم كلهم ولما بحث سيدنا نوح عن ابنه وجده يصعد جبلا هربا من الغرق قال نوح لولده يا بني اركب معنا لكنه رفض لن اركب معكم ساوي إلى جبل يعصمني من الماء فقال له نوح لا عاصم اليوم من أمر الله ولكن ولده أبا وعصى لن اركب معكم سأصعد إلى جبل عظيم يعصمني من الماء وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنا وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وبعد انتهاء عذاب الظالمين جاء أمر الله للسماء أن تتوقف عن إنزال المطر وللأرض أن تعيد الماء فيها وذهب الماء وكأنه لم يكن وتوقفت سفينة سيدنا نوح على جبل الجودي ونزل منها مع من آمن معه بسلام ولما غرق ابن سيدنا نوح دعا نوح ربه وقال إنه من أهلي وإنك وعدتني أن تنجي لي أهلي فقال له ربه إنه ليس من أهلك إلا الذين آمنوا وكان الوعد بنجاتهم فسؤالك هذا عمل غير صالح وإني أنذرك أن تكون من الجاهلين فندم سيدنا نوح واستغفر ربه على سؤاله وطلب منه العفو والمغفرة وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيضك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإن لا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح وإن أعملون برعي الغنم وتربيتها هيا هيا تحرك أيتها الخراف الكسولة إنها متعبة من السير طوال اليوم وهي جائعة وعطشة أيضا يا أبي كلنا جائعون يا باشور ولكن علينا أن نعبر هذه الصحراء أولا أبوك على حق عندما نصر إلى أرض بها زرح وظل سنرتاح وسنأكل جميعا حصرون حصرون طابت العناقض في الكرم هل نأمر الفتيات بجمعها؟ لا بل ننتظر الغد حتى ننضج العنب أكثر ويزيد الحلاوة وعندها نبيعه بثمن أكثر بالطبع سأركب الحمار وأتفقد الكرم كله أولا لم تقل لي يا سيد محراك في أي أرض تنصحني أن أخيم هذه الليلة؟ هناك أرض خالية لا يملكها أحد بجوار كرم العنب هل هي أرض مستوية؟ نستطيع أن ننصب فيها الخيام بكل تأكيد وهل هذه الأرض آمنة؟ أم يمكن أن تهاجمنا الذئاب؟ كيف تصل الذئاب إلى وسط المراعي؟ أشكرك يا سيدي آه إنني فعلا أتوق للنوم بعد رحلة طويلة ما هذه الرائحة الكريهة؟ إنهم أغراب صاحبوا خرافهم إلى الأرض الخالية المجاورة لنا آه ليكن هيا إلى النوم لنصيك كذا مبكرين آه أنا أيضا أشعر بالرغبة في النوم أهلا تقيد الأغنام قبل النوم؟ هل ستطير الخراف في الليل؟ أم ستقرر العودة إلى الصحراء؟ حسنا هذا يوفر علي الوقت فأنام مسرع وفي الغد إن شاء الله نذهب للسوق ونبيع حليب الخراف أليس كذلك يا أبي طال؟ لن يسمعك يا أمي لقد راح في النوم ومن الأفضل أن ننام نحن أيضا وذهب الجميع في سبات عميق ولم يبقى مستيقظا إلا الخراف المسكينة الجائعة التي وجدت الكرم أمامها يدعوها إلى سد جوعها آه آه يا له من يوم جميل لا 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 آه ما هذا؟ بالتأكيد هذا كابوس إنها حقيقة أفزع من الكوابيس آه ضاع تعب العام كله يا ويلتاه يا ويلتاه سأقتل من فعل هذا بحديقتي إنها الخراف آثار العنب بادية على أفواهها أين أصحاب الغنم؟ ما هذه الضوضاء؟ ألا تراعون شعور جيرانكم؟ انظر يا أبي ماذا فعلت الغنم بالكرم؟ يا للكارثة هل أنت صاحب الغنم؟ للأسف نعم لن تفلت من يدي أرجوك أن تهدأ يا سيد حسرون كيف أهدأ قد دمر أرضي وتجارتي قد أصبحت مفلسا بسببهم؟ إنني أقدر ظروفك يا سيدي ولكنها مجرد أغنام لا عقل لها أنت صاحبها ويجب التعويد عن الكرم معي قطعتان من الفضة إن أردنا تساوي ألف قطعة من الفضة لا قطعتين لكن هذه مبالغة أنتم لصوص اهدأوا أيها الناس ولتذهبوا إلى نبي الله داود ليحكم بينكم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعيظكم به إن الله كان سميعا بصيرا جمع نبي الله داود الشاكي والمشكو في حقه واستمع لهما يا نبي الله داود إن لي كرم أزرعه منذ سنين وقد جاء هذا الرجل بغنمه فأفسد زراعتي كلها يا نبي الله داود إن الخراف حيوانات لا تعقل وقد أكلت المحصول دون علمي سأله نبي الله داود أين كان عندما أكلت الخراف محصول جاره؟ في الحقيقة كنت نائما استبد بيها التعب فنمت وهل من العدل يا سيدي يا نبي الله أن ينام الرجل تاركا غنمه تسرق حرث الآخرين؟ صدقني يا نبي الله كان الأمر خارجا عن إرادتي لم أقصد الإيذاء ولكني تضررت بسببك وبارت أرضي فمن أين أأكل وأشرب؟ للأسف ليس عندي مال أعوضك به رد عني الظلم يا نبي الله وبعد أن استمع نبي الله داود للطرفين وأعطاهما الفرصة حكم بأن يأخذ صاحب الأرض غنم جاره ويملكها عوضا عن أرضه يحيى العدل لقد أنصفنا نبي الله داود يا للمصيبة وكيف سنعيش؟ لقد أخطأنا يا أمي وعلينا أن ندفع ثمن الخطأ أخذ صاحب الكرم الأغنام التي حكم له بها نبي الله داود ومضى ليرعاها ماذا بك يا رجل؟ ألست راضيا عن حكم نبي الله داود؟ بل راضي كل الرضا ولكن ما المشكلة؟ أجبني نعم نتعود رعاية الأغنام ولا خبرة لنا بهذا الأمر كنت أظنك ستسعد يا حصرون بهذا التعويض الكبير يا ويلتنا يا ويلتنا لقد ضاع تعب العمر في طرفة عين ليتنا لم ننم ونترك الغنم تأكل زرع الجيران هل من العدل أن نفقد رأس مالنا وتجارتنا بسبب خطأ ارتكبته الأغنام؟ نحن الذين نرعى الأغنام وكان ينبغي علينا أن ننتبه له ولكن يا أبي العقاب أكبر من الخطأ لا تضيع الوقت في حديث فارغ فكروا ماذا سنفعل الآن ليس أمامنا إلا أن نبحث عن العمل السلام عليك يا أبي طال أهلا بك سيدي ماذا تفعل هنا؟ لقد سمع نبي الله سليمان القصة مني وهو يريدك في الحال هيا يا زوجتي لقد تأخرنا عن استدعاء نبي الله سليمان لنا لحظة واحدة هذه الشات عاصية على الحلب بل أنت التي لا تحسين هذا العمل هيا وإلا تركتك حسنا حسنا سآتي معك لست أفهم لماذا يريدنا نبي الله سليمان؟ ألم يحكم أبوه في قضيتنا وانتهى الأمر؟ لقد استأذن أباها في إعادة المحاكمة وسيكون هو القاد هذه المرة نحن نحكم بالعادات والتقاليد أما أنبياء الله فيوحى إليهم ولا يصح أن نجعل عادات البشر حاكمة على تصرفات الأنبياء لا أفهم شيئا من حديثي ولن تفهمي مهما شرحت أسرعي في السير وأنت صامتة هذا ما جرى بالضبط يا نبي الله سليمان نعم أبي طال قال الحقيقة كلها وليس عندي ما أضيفه يا سيدي استمع نبي الله سليمان للطرفين بحرص وعناية ثم حكم أن يأخذ صاحب الكرم الأغنام ليستفيد منها إلى أن يصلح الراعي له أرضه وزرعه ثم تعود الغنم إلى صاحبها مرة أخرى يا حيال عادل أصبح الأمر هينة سأنتظر سأنتظر حتى تعود الأرض إلى حالها وعندها لن تكون لي حاجة بأغنامك فأردها لك الكل راض إذن بفضل الله وحكمة نبيه سليمان عليه السلام وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين لوط عليه السلام قبل تلقيه الأمر بالنبوة والدعوة كان يرافق عمه الخليل إبراهيم عليه السلام في دعوته فقد كان أول من آمن به بعد زوجته سارة وانتقل معه بين المدن ولما جاءت الرسالة إلى لوط عليه السلام بتكليف من رب العالمين أمره إبراهيم عليه السلام أن يذهب إلى قوم سدوم وذهب إبراهيم عليه السلام إلى بيت المقدس لينعم به وأكمل لوط عليه السلام سيره إلى قوم سدوم للعيش بينهم ودعوتهم لتوحيد الله وعبادته رغم أنهم قوم سوء يفعلون الفواحش يقطعون الطرق يهاجمون القوافل يقتل القوي الضعيف ويسفك الملوك دماء الأبرياء ويأتون الرجال من دون النساء ويستحلون أموال الناس بالباطل ودعا لوط عليه السلام قومه وتحمل أذاهم ولم يؤمن منهم أحد وكان من أصعب الامتحانات التي مرت به زوجته التي رفضت اتباعه وبقيت مع قومها على الباطل نحن قوم سدوم نفعل ما نريد لا نلقي بالا بالحلال أو الحرام نشرب نمرح نفرح حتى الآلهة تبارك أفعالنا إلا زوجي لو الذي ضرب بيننا وانفصل عنا ودعا إلى إله آخر إله عمه إبراهيم يدعونه برب العالمين وما رب العالمين رب نوح وإبراهيم رب كل شيء ومليكه الخالق الرازق البارئ المصور من خلق لك هذه الدابة من سقها وأطعمها من شفاك وأطعمك من رزقك وكفاك وكفلك وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى اسكت واذهب عنا أنت ممن فوتين بلوت وإبراهيم لقد أمرنا خليل الله أن نكون في عون لوط وأن لا نتخلى عنه نحارب من حاربه ونسالم من سالمه وهكذا كان أول من عاد سيدنا لوط عليه السلام زوجته وتآمرت مع قومها للتخلص منه ومن دعوته ولكنه لم ييأس واستمر في دعوته ماذا تريد يا لوط؟ يرد عليه لوط عليه السلام بأنه جاء داعيا إلى توحيد الله رب العالمين رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشرق والمغرب وهو الذي يتوفاك حين تنام وهو الذي يحييك وكم تريد يا لوط من المال والعبيد والنساء كي تترك هذه الدعوة وترجع إلى دين سدوم يقول لوط عليه السلام ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ولكننا لا نريد الهدى نريد أن نظل هكذا نفعل ما نشاء وقت ما نشاء يقول لوط عليه السلام ولكن الله أرسلني إليكم خاصة إلينا خاصة نحن لا نريد رسولا ولا نبيا يقول لوط عليه السلام إنكم لتأتون الفاحشة وإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون وماذا حدث يا مولاتي بين لوط والملك؟ أعطاه الملك موثقا وأمانا أن يعيش آمنا في دعوته لا يمسه أحد بسوء يا له من رجل عنيد هذا الزوج الذي لا تقف أمامه الدنيا في دعوته لدينه ودين عمه إبراهيم حاول لوط عليه السلام هداية قومه ولكنهم أبوا فقوم سدوم مصرون على الهلاك بالمعاصي والذنوب وكان دعاء إبراهيم عليه السلام له اللهم نجي لوط وأهله مما يعملون حتى وقع قوم سدوم في مأزق كبير فاستعانوا بلوط عليه السلام ترى لماذا بعث الملك بارع ملك سدوم لزوجك يا سيدتي كل الملوك قد تجمعوا عند بارع ملك سدوم لا أدري لماذا يا لوط لقد اجتمع الملوك معك لنستعين بك في أمر كبير الأشهريون قد بذوا علينا وجمعوا من الضرائب الباهظة فهل أن تعون لنا في حربنا ضدهم يرد لوط عليه السلام بأنه يقف مع الحق أينما كان وحينما كان هذا هو عهدنا بك يا لوط لا تعين ظالما ولا تترك مظلوما ولا تخشى أحدا في الحق فهيا هيا يا قوم سدوم سنحارب الآشوريين ومعنا الملوك والجيوش ودخل لوط عليه السلام الحرب مدافعا عن الحق رافعا راية الجهاد ضد الظلم ولكن سدوم هزمت شر هزيمة فإن معصية واحدة أشد على الجيوش من سيوف الأعداء وقوم سدوم لم يتركوا ذنبا ولا فاحشة إلا وفعلوها فنالوا عقابهم حتى وإن كان فيهم لوط النبي الله عليه السلام واستمرت دعوة لوط عليه السلام لقومه حتى وصل الأمر بالتستر للنساء فما كان إلا أن أمر لوط عليه السلام بناته بالحجاب والتستر كما أمره رب العالمين حتى طلبت منه زوجته الطلاق طلقني يا لوط طلقني خذ بناتك فأنا لست منكم وأنتم لستم مني يرد لوط عليه السلام ما أمرت بهذا إنما أمرت أن أصبر عليكم حتى يحكم الله بيني وبينكم إذن لا بد من طردك وبناتك من سدوم سأذهب بنفسي للملك ليطردك وبناتك وانظر ماذا يفعل لكم الرب وذهبت زوجة لوط عليه السلام إلى الملك تستعديه على زوجها لوط عليه السلام وبناته يا لوط لقد كرهتك زوجتك فطلقها يقول لوط عليه السلام إن أتبع إلا ما يوحى إلي لكنها لا تريد أن تعيش في بيتك كرهت مأكلك ومشربك ومسكنك يرد لوط عليه السلام على زوجته شأنك كقومك فهم لا يحبون الناصحين وسأصبر حتى يفتح الله بيني وبينهم بالحق وهو خير الفاتحين لن أتبعك يا لوط لن أتبعك ولن أحتم نفسي وقومي من ملذات الحياة الدنيا قال لوط عليه السلام من تبعني فإنه مني ولا يحل لي أن أزوج بناتي بمن ليسوا مني أعلن أنا ملك سدوم أنه لا حق لأحد في بنات لوط بل لا حق لأحد من سدوم في بنات لوط وازداد طغيان القوم ولكن لوط عليه السلام لم يتوقف عن دعوتهم ووقف لوط عليه السلام وسط قومه ينصحهم قائلا يا قوم اتقوا الله الذي أنتم إليه راجعون والذي أنتم إليه تحشرون واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم لقد وجدنا آباءنا كذلك يفعلون يقول لوط عليه السلام يا قوم كفوا عن هذه الكبائر والمعاصي التي تفعلونها ليل نهار واتقوا ربكم يغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى وماذا تريدنا أن نفعل يقول لوط عليه السلام يا قوم كفوا عن الفاحشة التي ما سبقكم بها أحد من العالمين إنكم لتأتون الذكور وتقطعون الرحم وتسرقون وأمرهم أن لا يفسدوا في الأرض بعد إصلاح إنك تعلم أننا لن نفعل ما تقول فأتنا بالعذاب إن كنت من الصادقين ها 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 Mike ولوطئ إن sia تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومي إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين فأيقن لوط عليه السلام أن عذاب الله آت لا محالة بعد أن عميت أبصارهم وصمت آذانهم عن سماع الحق وعلم أن دعوته لقومه قد انتهت وأن العذاب مصيبهم وجاءت ساعة الحساب فأرسل الله ملائكة لخليله بالبشرى والإنذار بشرى لخليل الله إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة بالذرية الصالحة والإنذار لقوم لوط عليه السلام بالعذاب جاء ضيوف إبراهيم عليه السلام من الملائكة ودخل ضيوف إبراهيم عليه السلام بيته فما رأى الناس أجمل منهم فقدم لهم الخليل إبراهيم عليه السلام الطعام بنفسه ولكنهم لم يأكلوا فأحس بالخوف فقالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين وفي هذه المقابلة بشرتهم الملائكة بميلاد إسحاق عليه السلام ومن وراء إسحاق يعقوب ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها لإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ذلك أن إبراهيم كان يرجو أن ينيبوا وأن يتوبوا وقال لهم إبراهيم عليه السلام أتهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن قالوا لا قال فمائة مؤمن قالوا لا قال فأربعون مؤمن قالوا لا قال فأربعة عشر مؤمن قالوا لا إلى أن قال أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد قالوا لا قال إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بمن فيها فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود وذهبت الملائكة لإنذار لوط عليه السلام بالعذاب لقومه واقتربت الملائكة من إحدى بنات لوط عليه السلام فقالوا يا جارية هل من منزل؟ قفوا مكانكم لا تدخلوا حتى آتيكم أخاف عليكم من القوم الفاسقين يا أبتي أرافت ينا على باب المدينة ما رأيت أحسن منهم وجوها أخاف أن يأخذهم القوم فلقد نهوك أن تضيف رجلا فرد عليها لوط عليه السلام خلي عنا فلنضيف الرجال فجاء بهم فلم يعلم أحد إلا أهل البيت قابل لوط عليه السلام ضيوفه فوجد فيهم جمالا ووسامة ونزلت الملائكة ضيوفا على لوط عليه السلام الذي ضاق بهم ذرعا من الخوف عليهم وانطلق أمامهم وجعل يعرض لهم في الكلام لعلهم ينصرفون عن هذه القرية وينزلون في غيرها فقال لهم والله ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء ثم مشى قليلا ثم أعاد ذلك عليهم حتى كرره أربع مرات وكانوا قد أمروا أن لا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك فقالت الملائكة للوط عليه السلام بماذا تشهد على قومك ورد لوط عليه السلام بأنهم شر قوم على وجه الأرض وما كان من زوجة لوط عليه السلام بعد سماعها بأمر الضيوف إلا أن هرعت إلى قومها تخبرهم لقد جاءك الجديد يا أبي الجديد؟ وما هو يا ابنتي؟ ثلاثة من الفتيان ما رأيت في جمالهم ولا في حسنهم أين هم؟ أخبريني ولا تخبري غيري أين هم؟ إنهم مع لوط الآن بالمنزل نزلوا عليه ضيوفا آه جاءت اللحظة التي ستعقب فيها يا لوط جاءت اللحظة إنها لحظة الحساب والعقاب فلتكن كل القرية معنا حتى يتأدب لوط ونؤذيه في ضيوفه وما زال لوط عليه السلام يتحدث إلى رسل رب العالمين حتى دخل حارسه مولايا لوط إن القوم بالباب قد حضروا إليك يريدون مقابلتك وفزع لوط عليه السلام وخاف على ضيوفه من أذى قومه وحذر ضيوفه من الخروج إلى هؤلاء القوم المفسدين أخرج علينا يا لوط وسلمنا ضيوفك وإلا دخلنا عليك واقتحمنا المنزل وأخذناه عنوى ألم ننهك عن تضيف الرجال؟ وأدرك لوط عليه السلام أن هذا اليوم يوم عسير هيا يا قوم اقتحموا المنزل وأخرجوا ضيوف لوط وردت الملائكة لا تتأس يا لوط فإن ركنك لشديد وإنهم لآتيهم عذاب غير مردود قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فقام لوط عليه السلام يحاول إقناع قومه بالابتعاد عن ضيوفه وعرض عليهم لوط عليه السلام بناته على سبيل الزواج قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد يا لوط أعطنا ضيوفك واسلم من أذانا وردت الملائكة يا لوط إنا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين وحزن لوط عليه السلام على أهله وبناته ممن اتبعوه وخاف عليهم من الهلاك والدمار فقالت الملائكة لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين وضرب جبريل عليه السلام بجناحه على أعين هؤلاء الفسقة فطمسها لا أرى بعيني وأنا أيضا لا أرى لا أبصر أصبحت ضريرا أين أهلي ومالي وملذاتي وشهواتي وقال لوط عليه السلام لأهله إن الله أمرني أن أسري بكم وقد وعدني الله بالنجاة أنا وأهلي إلا من أصر على الكفر وخرج لوط عليه السلام بأهله من القرية قبل وقوع العذاب الذي أخبروه أن موعده الصبح وخرجت معه زوجته وقد أمرتهم الملائكة بألا يلتفتوا لأن العذاب يصبهم بمجرد النظر إليه إلا أن امرأته عندما بدأ العذاب يحل بالكافرين سمعت أصواتهم وصراخهم فالتفتت تصرخوا قوماه فأصابها ما أصاب قومها من العذاب قالوا عن عذاب قوم لوط عليه السلام اقتلعهن جبريل عليه السلام بطرف جناحه من قرارهن وكنا سبع مدن بمن فيهن من الأمم فرفع الجميع حتى بلغ بهن عنان السماء حتى سمعت الملائكة أصوات ديوكهم ونباح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عليها سافلها وأرسل عليهم صيحة ومطر من الحجارة تتبع بعضها بعضا فأبيدت المدن بأكملها وكانت نهاية قوم سدوم وعاش لوط عليه السلام يدعو إلى الله تعالى وأعطاه خليل الله عليه السلام المال والعبيد والماشية لتساعده وتقويه على مواصلة دعوته لتوحيد الله في الأرض ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصادهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد